قبل 30 سنة في مثل يوم أمس 92 أقدم كبار الجنرالات على إعدام محمد بوظياف سيد طيب على إعدام مباشرة أمام الشعب الجزائري أحدث نوع من الصدمة والترويع طبعا بعد مقتل بوظياف راح الأمور تبدأ تنهار وتتجه نحو العنف الشامل وكانت طريقة لإظهارها للشعب الجزائري وللعالم أجمع أن الذي يخرج على ما يرسمه الجنرالات الذي يخرج على حسابات الجنرالات سنعدمه أمام العالم أجمع طبعا تبينت فيما بعد أدلة كثيرة وظهرت شهادات كثيرة جدا منهم زوجة بوظياف منهم ابنه منهم بعض أصدقاء منهم خاصة سيد أحمد غزالي اللي كان رئيس وزراء آنذاك وكلهم تفقوا بشكل أو بآخر على أن اللي جابوه هم اللي قتلوه وهذا الشعار اللي جابوه هم اللي قتلوه هو الشعار اللي رفعوا الشعب الجزائري آنذاك في جنازة بوظياف طبعا كان هناك كثير من الجزائريين غاضبين من مجيء بوظياف ومن قبوله عرض الجنرالات وهو الذي رفض عرض العقداء في 68 عندما كان عمره 40 سنة رفض عرض في بداية الأربعينات رفض عرض العقداء بأن يكون رئيس قبله بن بلى ثم أطاحوا به كما تعرفوا بن بلى في 65 ولكن بوظياف ما رفضه وهو في بداية الأربعينات للأسف قبله وهو في بداية السبعينات لماذا ذكرت بهذا؟ طبعا أنا بوظياف تكلمت عليه عدة مرات وأعتقد أن المساعد أمس كان نشر عدة فيديوهات على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى اليوتيوب إلى آخر وعلى الإنستجرام بالمناسبة في إنستجرام وفي تيك توك إلى آخره كان نشر مقاطع مما كنت حدثت به ولكن جاتني رسالة جاتني رسالة من أحد الأفاضل محتجا قال لي من أنتم حتى نختمها بمن أنتم كيفاش تتحدثوا على بوظياف بشكل جيد وهو الذي فعل وفعل 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 في الفيس وهو الذي مشاب مع الجنرالات وهو لماذا تتحدثون عليه بشكل إيجابي وكأنكم تريدون تقديم الشعب الجزائري وكأنه ملائكة أو كأنه لم يشارك في جرائم والحقيقة أن الذي ينظر الأمور بهذه الطريقة هو مخطئ أنا أتفاهم من ينظرون إلى الأمور بهذه الطريقة خاصة أولئك الذين طحنتهم الحرب القادرة التي قادها الجنرالات أتفاهمهم جدا لأنه في النهاية يعني أبوظياف اللي هرب إلى المغرب في الأربعة وستين وظل لاجئا هناك ثمانية وعشرين سنة قبل ما رفضه في بداية الستينات يعني في واحدة وستين بومديان يرسل بدون أن نوطيل في هذا الموضوع يعني بشكل سريع في واحدة وستين يرسل بومديان بوتفليقة إلى سجن لاصانتي في فرنسا أين كان ما يعرف الزعماء الخمسة هما ربعة في الحقيقة الخامس لم يكن من قادة الثورة إنما كان سكرتير لهم لكن انتشرت ذاك الوقت فكرة الزعماء الخمسة اللي سجنتهم واختطفتهم فرنسا في أول اختطاف لطائرة في العالم أجمع بالمناسبة أول طائرة خطفت في العالم أجمع قامت بها فرنسا في 1956 بخطف طائرات الزعماء الخمسة وقامت بمحاكمتهم وسجنهم وهم الذين كانوا يدافعون عن حرية الشعب الجزائري وعن استقلالهم طبعا كان هناك يعني معروفين يعني الأشهر بطريقة الحال هو بوظياف بن بلا أيد حمد فوصلهم بوتفليقة هناك بالمناسبة راح بجواز سفر مزور هذه فقط نذكرها هذه الجواز سفر المزور لأن بعض ذباب وكلاب الثورة المضادة خرجوا يقولوا آه هؤلاء يزوروا جواز سفر لابن حليمة معناها يزوروا الباسبورات أو كثير من الثوار الجزائري اللي كانوا في أوروبا كانوا يمشوا بباسبورات مزورة كثير بالمناسبة هذه فقط أيضا للثورة المضادة لما قامت العصابة بتزوير جواز سفر لزعيم البوليزاريو وإرساله إلى إسبانيا للعلاج تحت أسم مزور بباسبور جزائري هل نطقتم؟ هل قلتم كلمة؟ لكنكم أذناب وأتباع يقالوا لكم ما تقولون فتخرجون تعيدون ما يقول لكم أسيادكم في المخابرات الإرهابية المهم راح والاسم حتى كان ذكره أحد القادة المغاربة اللي كان هو أصله جزائري لكن في الحقيقة كان يقود حزب مغربي وقال بأني أضيت له باسبور باسم سكرتيري الخاص وكان أسمه محمد بوخرطة قال درت له باسبور باسمه وبيه راح بوتفليقة إلى فرنسا وتخل والثقى الزعماء الخمسة هناك طبعا عرض عليهم عرض على بوظياف أولا على أيت حمد ثانيا رفض بوظياف أيت حمد ثانيا رفض ثم على بنبلة المهم عرض عليهم فيها على واحد في ثلاثة الأخير قبل بنبلة بوظياف رفض واعترض واعترض على جيش الحدود لما دخل في الـ 62 بالدبابات وقتلوا أكثر من ألفين مجاهدة طرفوا بها مؤخرا واعترض على الحكم العسكري هو أي تحمد خيدر كثيرين اعترضوا على الحكم العسكري وقالوا نحن نريد بناء دولة كما علنها بين أول نوفمبر وأن هذه الدولة يجب أن لا تكون دولة العقداء ودولة إنما الجيش والعقداء يكثر خيرهم مبارك الله فيهم هم للدفاع عن البلاد هؤلاء اللي رفضوا طبعا صدرت في حقهم أحكام بالإعدام أو أحكام بالسجون هيت حمد كان محكم عليه بالإعدام ولولا فراره ربما عظيم في الـ 65 بوظياف كذلك لولا فراره لكان عظيم فبوظياف رفض آنذاك بالفعل وقابل في 92 ولذلك الأخ هذا اللي أرسل لي الرسالة وكان جات رسالة مشابهة من قبل حتى فأنا أرد عليهم كلهم الآن أنتم محقين وأنا معاكم من حيث المبدأ بطاعة الحالة لكن يجب أن نكون منصفين يجب أن يكون هناك الإنصاف بقدر ما ندين قبول بوظياف بعرض الجنرالات 92 وأنا شخصيا قاعدت عدة سنوات باش قدرت نترحم عليه لأنه كنت نشوف باللي ارتكب خطأ فادح وبأن الخطأ اللي ارتكبه هو في النهاية راح إلى مزبلة التاريخ وكنت حتى قلتها أنا ذات لبعض الأصدقاء قلت لهم هذا صنع التاريخ كان مصنع التاريخ الخمسينات والأربعينات الحقيقة لأنه كان مناضل في الحركة الوطنية من الأربعينات قلت هذا وكان في لوس في المنظمة الخاصة وكان فوري كبير فصنع التاريخ ثم في خصومته مع العسكر غادر ولجأ إلى المغرب وأصبح على هامش التاريخ خلاص بتعد ثم جاء بإرادة الجنرالات فقتلوه فذهب إلى مزبلة التاريخ كان هذا رأي وما زال رأي هو هذا لكن علينا أن نميز في الحقيقة ما بين بوذياف الثائر الشاب الثائر في الأربعينات واللي راح يحضر مع إخوانه في آن ذاك آن ذاك لم يكن وضع للبلاد كم مره الآن يعني الآن ناس شافت الجزائر يخرجوا بالملايين في الحراك وشافت أسماء نساء ورجال وشافت وشافت في الحراك ومع ذلك الناس رأي يدخلهم اليأس الآن بل لك الحراك ما يعاودش والشعب ما ينتصرش آن ذاك فرنسا كانت جثمت على الجزائر قبل ربع وخمسين كانت لمدة تجاوزت القرن والربع كان مر قرن وربع والجزائر تحت الحكم الفرنسي ولذلك أولئك الذين أقدموا على تفجير ثورة نوفمبر خمسين هؤلاء أنا نعتبرهم عباقرة الذين نظروا لها وفجروها في البداية هؤلاء كانوا عباقرة إلى حد الجنون لأنه فقط يجب أن تفقد قليلا من عقلك باش تقدر تتقاوم ما كان موجود آن ذاك يجب أن تغلق على عقلك ما كانت البروباغندا الفرنسية والحركة والقياد والبشغوات والجزائرين اللي يخدموا معها في الإدارة واش كانوا يقولوا يقولوا فرنسا قدرنا خلاص هذا هو القدر نوتر ديستا خلاص ما عنا ما نديروا كما كان هنود الحمر قدرهم البيض وأمريكا البيضاء حكمتهم وأنهاتهم نحن ثاني هذا قدرنا ونصبروه ونسكتوه إلى آخره حتى نو كان الفرنسي جمعوا بعض أقول بعض بعض المجموعات الصوفية في 1920 1921 مع أن الصوفية هي اللي واجهت فرنسا في القرن التاسع عشر لكن قلبوها قلبوا جزء منهم مرة مرة تعرفوا هذه خدمة استعمار أو العصابة عنها هي تقلب بعض الناس تقلبهم يولوا عملاء عندها ويولوا يهاجموا في الأحرار ويهاجموا في الثوار ويهاجموا في اللي يريدون الخير للبلاد فالمهم قلبت بعض المنظمات الصوفية بعض الجماعات الصوفية حتى أنا زعيمهم أنا ذاك اللي اللي ترأس المؤتمر قال إن قالهم أتؤمنون بالقدر طبعا الناس قع ردت في المؤتمر هذاك ايه القدر نعم المكتوب من عند ربي قالهم المكتوب من عند ربي فرنسا هي المكتوب انتاعنا هي القدر انتاعنا واللي يحارب في فرنسا يحارب في المكتوب يحارب في القدر معناه يحارب في ربي تقول الاختزال بسيط طبعا اليوم المداخلة رغم فيها الاتجاه وجزء من الصوفية مش كل الصوفية وجزء من السلافية اللي هي المدخلية رغم عندهم نفس الجنيرالات والحكم العسكري والدمار والخراب قدرون ولازم نصبروا عليه ونسكتوا عليه هذا المخير فيهم البعض يقول تسمع وتطيع ولو رأيته يزني في التلفزيون نصف ساعة ويشرب الخمر مباشرة فلأقدموا على تفجير الثورة أنا لدي لهم تقدير كبير جدا عظيم جدا مش فقط الستة اللي عرفوهم يعني بضع مئات اللي كانوا موجودين اللي خطوا واللي القيادة تاع الستة القيادة تاع الاثنين وعشرين والمئات كانوا حوالي ألف هما اللي كانوا أول نوفمبر ليلة أول نوفمبر كانوا المجاهدين في حدود ألف ألف ومئتين على قصة التقديرات هؤلاء أنا شخصيا وأعتقدان الأغلبية العظمى من الجزائريين لهم تقدير كبير جدا عند هؤلاء لماذا؟ رأى كان آنذاك فرنسا فيها أكثر من ثلثمائة ألف ما بين عسكر وبوليس وإدارة وحوالي مليون مستوطن مسلحين والشعب الجزائري مفقر بائس جائع مجهل جاهل هؤلاء كانوا يقول لهم أنتم ما عندكم أعقل كانوا اليائسين والبائسين وعملاء فرنسا يقولون أنتم ما عندكم أعقل تفكروا في إخراج فرنسا هو فرنسا إمبراطورية وبالفعل فرنسا قبل حرب العالمية الثانية كانت هي أقوى جيش في العالم رأى هتلر اللي كسر لهم قرونهم والحرب العالمية الثانية هي اللي كسرتهم رأى كانت فرنسا هي أقوى جيش في العالم فكان المفهوم عند كثير من الجزائرين بالإخلاص فرنسا خلاص هنا يأتي هؤلاء الرجال تاع 22 ونتاع اللوص أساسا ثم تاع 22 ثم الستة ومن الستة هؤلاء بوضياف فهنا يجب أن نميز ما بين بوضياف الثائر بوضياف الذي يفجر الثورة مع أخوانه في وقت كانت الأغلبية من الجزائرين لا يؤمنون بها ولا يعتقدون فيها ولا يظنون أنها ستحدث وما بين بوضياف اللي يجبوه الجينات في 22 نعم بوضياف لما يجبوه خدموا به دخل عشرات الألاف الصحاري اضمهم سجن الناس إلى آخر لكن مرة أخرى كان يعتقد أنه يحسن كان يعتقد أنه راه يدير في حاجة مليحة للبلاد لأن البلاد قالوا له خلاص ستنهار إلى آخره وهذه ستنهرون لأننا أفغانستان فهو جاء من هذا المفهوم لكن فيما بعد ثلاث شهر ربع شهر بدأ يفهم في الحقيقة اللي كانوا قرب منه يقولوا من الشهر الثاني بدأ يفهم قالوا لا راه مشكلة ما قالوا له وباللي البلاد راه شكون تكلم على مافيا بوليتيكو ميليتار شكون أول مرة المافيا المالية السياسية المالية العسكرية والسياسية العسكرية كان يسميها السياسية العسكرية وكان يقول عندها بعض مالي شكون بوظياف شكون هما البوليتيكو ميليتار هم المجرمين اللي كانوا باسم الأفلان وهذا البوليتيك والميليتار اللي جينيار العسكرين هما الجينيارات فهم ولما بدأ يفتش في الحالة القابل لمخروبة تماما والنهب الكبير يشرفون عليه كبار الجينيارات مع بعض المدنيين ما تخير ش حال الآن فبدأ يغير وبدأ يحاب أول شيء وأهم شيء قام به هو طرد محمد العماري في هذا العملية في مواجهة هذا المافيا المالية العسكرية محمد العماري ماذا كان أنا ذا كان قائد القوات البرية في هذه اللحظة قناعتي الراسخ أنه في هذه اللحظة وقع وكان هذا في أفريل 92 وقع على موت بوظيف في هذه اللحظة وقع على موت لما طرد جاء نزار وقال له لا وهذا وقال له ما نحبش نزيد نشوف أنا الرئيس وراه جاي يتكلم معايا بأسلوب في خشونة وشي حسب رحو هو وانا بوظيف وانا من صنع الثورة وهذه حقيقة وقال له وقال له لما أنا كنت نصنع في الثورة كان هو عميل عند الفرنسيس نعم لأن محمد العماري كان كابران عند الجيش الفرنسي وهو يعترف يقول أنا درت لباطايدالجي دلوت ركوتي قال هالي مجلة فرنسية في 2001 أتقد لو بوان اللي أنا متذكر مليح موجود حتى التصريح قال أنا درت لباطايدالجي من الجهة الأخرى ماشي مع الثوار معالي طارة فرنسي فبوظيف كان يعرف هذه الحقائق لكن اختلف معاه في إدارة المشهد السياسي وفي إدارة البلاد فثم كان وبعدين زادوا شافوه باللي رح يحلمش شوية مشاكل مع الإسلاميين مشاكل مع المغرب حول قضية الصحراء مشاكل فخلاص ولما راح للمغرب في ماي 92 باش يحضر زواج تعبنه خرجوا في جريدة المساء مقال مقال فيه هجوم عنيف على ملك المغرب وعلى المغرب وهو هناك فهو تصل بنزار لأن في المقال في آخر المقال يقولوا يتبع هذه الحلقة الأولى كمارا دارين نظرك الحلقات محمد بن حليب قريب يديروا فيلم مكسيكي دارين يتبع فتصل بهم قال لهم لو كانت تنشروا الحلقة الأخرى راني منجيش راني نقعد وين كنت فعرفوا بالإخلاص هذا يقدر يخرج لهم في أي لحظة يقدر يغادر البلاد ويهاجمهم فقروا قتلوا وطبعا نحن ندخل في تفاصيل قتلوا إلى آخره لكن علينا أن نميز علينا أن نكون منصفين نعم ندين محمد بوظياف الذي جاء على دبابة الجنرالات لكن نتعاطف معه عندما يتقتله الجنرالات بتلك البشعة عندما أراد وفهم أن يغير والأهم هو أن نتذكر لمحمد بوظياف الرابعة وخمسين يبقى الأمر في نهاية المطاف نحن مسلمين وإن شاء الله مؤمنين يبقى أمره إلى الله سبحانه وتعالى هو اللي قدر أمره في نهاية المطاف أما بالنسبة لينا أنا دايما قلتها وقلتها في اللايف تعالى عام اللي فات اللي تكلمت عليه مطولا قلت أنا عندي شعور متناقض حول هذا الشخص حول محمد بوظياف رحمه الله وقلت أنا قاعدت لي سنوات ما نقدرش نترحم عليه لكن مع الأيام مع التجربة مع الحكمة ونحن في ظروف أقل سوء مما هم فيه وكي الناس رايتفشي وكي الناس رايتخاف وكي الناس رايتراجع وكي الناس رايتيأس لكن هذا ما يأسوش في وقت فرنسا نحن رحي كابرانات فرنسا هي كي بعض الناس اللي يأسد في مواجهتهم فيجب أن نأخذوا الأمور ما هوش من منظور المرتاح لازم نشوفوها بمعطياتها العصيبة وظروفها العصيبة باش نقدرنا نفهم الظروف ندين عندما قبل عرض الجنيرالات لكن ندفع ثمنه في الحقيقة ونقدر ونحترم كثائر ممن فجروا الثورة والحمد لله الاستعمار خرج من بلادنا كما يقول أحد الشعراء ولكن للأسف الاستعمار خرج من الباب وعادوه من النوافذ هذه بين قوسين فقط أردت أن لا تفوت هذه الفرصة دون الحديث عن هذا الرجل اللي بكل تأكيد سيختلف الناس حوله ولكن مما لا يختلف حول الناس هو قضية أنه كان ثائرا وكان من المفجري الثورة وثبت واستمر في هذه على الأقل حتى 62 وحتى بعد 62 رافض الحكم العسكري رافضه وراح للقنيترا واخدم في بريكيتري يخدم لاجور وفضل أن يكون يخدم لاجور من أن يكون رئيس على شاكلة بنبلة ثم شافوا واشصرى بنبلة وتعرفوا كل تاريخ واشصرى البنبلة في الـ 65 اللي قبل عرض العقدة آنذاك مع أن العقدات تعانى ذاك ما همش الجنرالات 92 العقدات تعانى ذاك على الأقل داروا الثورة أو كانوا في الحدود في جيش الحدود كانوا العقدات الجنرالات 92 كانوا كابرانات وعلى رأسهم نزار المجرم بلا حدود كانوا كابرانات عند فرنسا ففيه فروقات في الحقيقة وهذا اللي أردت أن دون أن أطيل في الموضوع والموضوع كما قلت راني تكلمت فيه عدة مرات ورح موجودة عدة فيديوهات لمن يريد أن يتابعوا إنما ثقت مرة أخرى قول للناس الإنصاف ثم الإنصاف من فضلكم فيرنس الله سبحانه وتعالى لما جاي حرم الخمر قال فيها منافل للناس فيهم ومنافل للناس الخمر والميسر الخمر والميسر جاقل فيهم ومنافل للناس ولكن ذررتاحهم أكثر من المنافع وهي الخمر هي أم الخبائث كما يقول حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أم الخبائث أم الخبائث ما كاش حاجة أخبث من الخمر لكن فيها منافع للناس وين منافع للناس على الخمر اللي يبيحها يربح شوية اللي ينتجها يربح دراهم اللي يديها ويجيبها يربحها ترونسبور وهكذا كالناس تستفيد لكنها محرمة في المطلق بالنسبة للمسلمين فشوف شوف ذلك ذلك الإنصاف العميق وهذا يعلمنا نحن كبشر وكمسلمين خاصة أن نكون منصفين واحدة من أكثر الكوارث اللي يرى واقع اليوم واقع في علاقات الناس هو أن الناس ليسوا منصفين في الغالب بمجرد ما يغضب على واحد ولا واحدة تحت غضب على واحدة ولا على واحدة يشيطنوه وممكن قبل أيام والأسابيع كانوا يحطوه ملائكة بينما المفروض أن الإنسان يا سيدي خلنا نشوفوا هذا وإنه دار خير وإنه دار شر من وجهة نظرك مثلا أو من وجهة موش الشيطن المطلق جات مرات أنا وينذكرت بعض الأشياء لهؤلاء المجرمين ولا كانت تقال فيهم جنيرالات المجرمين كانت تقال في بعض الأشياء قلت للناس لا ذلك ليس صحيح لا مرحتاجوش نكذبو عليهم قلوا فيهم برك وش فيهم يكفي فعلى يجب أن نكونوا منصفين خاصة مع الخصوم والأعداء باش الناس تعرف قيمة الناس نين يعرفوا قيمة أنك أهم شيء إذا جيت توازن شوف أنا أقول لها لكم وهذه بتجربة وربما كثير من الناس جربها إذا جيت تشوف على إنسان هذا عاقل أو إنسان عاقل أو لا شوفوا كيف يتحدث على خصوم إذا أنصفهم وين عندهم الحق الله يبارك إذا ما أنصفهم ما تمشيش معه أنا هؤلاء المجرمين تعال جينيرالات جات مرات وين قلت بل في هذه النقطة لم يكنوا مخطئين أو في هذه النقطة صحيح هي قليلة جدا لأن أعمالهم الإجرامية تقطع لكل شيء لكن ويعلموا الله أني لا أكذب عليهم وأنا أعرف إلا إذا مرت أشياء بدون أن أتحرى منها أو أتأكد منها أو ما يحدث وبالمناسبة فقط وأنا أتحدث على مدام جبنة موضوع الخمر المرة الماضية قلتنا في قلتنا هناك حديث يقول في الرساعة السلام يقيل لها أيزني المسلم وهو مسلم قال نعم أيسرق المسلم وهو مسلم قال نعم أيكذب المسلم وهو مسلم قال لا في الحقيقة مشي الزنا والسريقة إنما قالوا له أيكون المؤمن مش حتى المسلم المؤمن بخيلا قال قد يكون بمعنى ممكن يكون المؤمن بخيل وأيكون جبانا أيكون المؤمن جبانا قال قد يكون بمعنى ممكن يكون هذا قالوا أيكون المؤمن كذبا قال لا بمعنى أن الإنسان المفروض المؤمن يقول أنا مؤمن وحقيقة أن الكاذب مكره عند كل الناس عند كل الناس يكرهون الكاذب والكذابية والمفروض الإنسان يقول أنه مؤمن لا يكذب وهو يعلم إذا قال شيء وهو لا يعلم ممكن لكن لا يكذب وهو يعلم يا أخوان الإنصاف الإنصاف ثم الإنصاف هذا مهم جدا